السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم هذه حلقة جديدة من برنامج الخدمتكم مشاهدين الكرام حلقتنا اليوم راح تكون حلقة خدمية بامتياز مثل ما وعدناكم بالحلقة الماضية أن يكون ضيفنا ضيف مهم وأضو فريق الجهد للخدم الهندس الحكومي وأيضا له صفة أخرى هي إدارة أو مدير عام بلديات أطراف بغداد طبعا هذا العمل على عادق هذا الرجل عمل كبير أو في مجموعة من اللجان لهذا السبب أوردنا مجموعة كبيرة من الأسئلة واليوم راح ندخل على الأستاذ الضيف لكن متأكدين سوف يغني هذه الحلقة بالمعلومات والأسئلة والاستبسارات التي لدينا نرحب بأجمل ترحيب بالأستاذ الضيفي الأستاذ ياسر القريشي مدير عام بلديات أطراف بغداد وأو فريق الجهد الخدمة الهندس الحكومة نرحب بك الله يحفظك شكرا لتقدير قناتكم من موقرة الله يحفظك سادي ياسر العزيز شكرا لحضورك شكرا لإيطاعتك الفرصة الأخوان مدراء البلديات اللي حضروننا وتمتغطية حلقات عديدة بما تخص بلديات أطراف بغداد أولا نعرف جنابك سادي ياسر حول عملكم ومهام عملكم في مديرية بلديات أطراف بغداد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أكرر شكري لقناتكم من موقرة وتأخرت كثيرا عليكم لعدة مرات بس بسبب زحمة العمل يعني ما صارت هاي اللقاءات والحمد لله اليوم تكللت بالنجاح وحضورنا لقناتكم من موقرة الله يحفظ كمؤسسة بلديات أطراف بغداد هي أحدة تشكيلات كانت سابقة لوزارة البلديات ومن ثم بعد ذلك اندمجت مع وزارة الإسكان وفي عام 2019 تم الفصل وتحويل المؤسسات الخدمية المحلية إلى محافظة بغداد إلى المحافظات ومنها بلديات أطراف بغداد تحولت إلى المحافظة بالكامل ماليا وفنيا وإداريا أصبحت من ملاكات محافظة بغداد مديرية بلديات أطراف بغداد تعني بإدارة 16 مؤسسة بلدية متوزع على أغضية 6 المحيطة في بغداد منها قضاء الحسينية والاستقلال اللي هو الراجدية وسبع البور وأبغريب والطارمية والمدائن والمحمودية هذه الأغضية متوزعة لكل مركز قضاء بلدية ولكل ناحية أيضا بلدية لتصبح مجموعة المؤسسات البلدية 16 مؤسسة بلدية بالإضافة إلى مكون آخر وهو المطبعة مطبعة البلديات مطبعة عريقة جدا ومن أيام الملوكية ولغاية الآن من أشهر المطابع الموجودة الدوائر الدولي نحن نقدم الخدمات لهذه المدن الموجودة في أطراف بغداد من ناحية إكمال البنى التحتية من تعبيد الطرق والأرصفة والمتنزهات بالإضافة إلى الأعمال الأخرى الخاصة بالأعمال البلدية منها التجاري منها اقتصادي منها نشاطات أخرى اجتماعية فمؤسسة البلديات هي مؤسسة بكافة الخدمات في الأطراف تتكامل معها دائرتين أخرى منفصلة عن البلديات تعمل بشكل منفصل لكل دائرة لها كيانها ومديرها اللي هي مديرية مجاري محافظة بغداد ومديرية ماء محافظة بغداد البعض يعني أعتقد بالأطراف أنه المؤسسة البلدية هي تعمل بكل الخدمات لكن عدنا فيها الأطراف تختلف مو مثل الأمانة الأمانة هي بلدية وحدة ترى بس بها 14 وحدة بلدية هي فرعية من الأم الأصل لكن من تجي لها هي بلدية وحدة في الماء والمجاري والبلديات هي وحدة أما في الأطراف لا لكل خدمة إلها مديرية مستقلة تقدم الخدمات بها فهي موجز لعملنا في الأطراف أحسنتم أستاذ ياسر شكرا على هذا الإيجاز أكيد هناك مشاريع وكثير من الناس تسأل أول ما تسأل حول توزيع قطاع العراضي يعني هذا بصراحة هو حق مشروع لكل مواطن عراقي أن يكون لدار سكني بيت وحياة كريمة حال لحال أي دولة موجودة إن كان في الجوار أو خارج الجوار الناس تسأل كموظفين وكمواطنين إذا قاني من سكنة بغداد ومنحوني قطعة أرض دائرتي خليلس يقول مركز المدينة لأن مركز المدينة تم مكتاب يعني بعد مكتاب يعني ملأ كل الفراغات الموجودة الأطراف هل هي فعلا تستحق العيش في الأطراف يقول لك أنا مثل مواطن يقولون بدنا هروان مليون ما تسوى القطعة تلقع يعني أنا كمواطن بغدادي يمتأم تلك سكن شنو إجابتكم وانتم مدير بلديات أطراف بغداد طبعا عزمة القطع الأراضي أزمة كبيرة في بغداد لكون مثل ما تعرف عاصمة عدد نفوسها 9 ملايين نسمة أغلب موظفي العراق هما في بغداد أغلب يعني كلية أغلب الفئات المشمولة بتوزيع الأراضي هي في بغداد اليوم إحنا عدنا فقط على المعنيين بالمشمولين بقطع الأراضي مليون ومية طلب في المؤسسات البلدية يعني تعرف شنو مليون ومية يعني خاصة عبرى 250 متر ضد البط ثلاثمية ومية وخمسين يعني معناتها محافظات يعني فد ثلاث محافظات تعادل يعني نفرض أنه المليون ومية على كل قطعة أرض خمس نفرات متتقسم معدل العائلة خمس ملايين نسمة يعني هاي هاي صعبة كلش توزيعها يعني احنا نكون صادقين بكلامنا ما لنوزع مليون ومية لا من أقدر فاليوم دولة رئيس الوزراء أمر بمبادرة هي متكاملة طبعاً من ناحية قرارة 320 لست 22 هو تمليك الأراضي المملوكة للدولة ومن ثم سحب قانون التجاوزات لعادة دراستة وتنظيمة وشكلت اللجنة وبدأت نعقدة أول اجتماع لأسبوع المضى لعادة دراستة قانون التجاوزات بما يتلاء مع الوضعية الحالية والمحور الثالث أيضاً بدينا نكلف به السيد وزير السكان والبلديات الأستاذ بنكيريكاني والسيد المحافظ أيضاً نهم كلف بهذا الموضوع من أجل بناء المدن الجديدة المدن الجديدة غايتنا من عدها التكامل مع القانونين قانون التجاوزات وقانون 320 بالإضافة إلى حل أزمة السكن اليوم دولة رئيس الوزراء ما يحكي على ألف دار وألفين دار لا يعني يطلب من عدنا قلشي الآن مئة ألف واحدة سكنية مئة ألف دونم مئة ألف دونم مئة ألف دونم في بغداد الآن يعني مبدئياً عدنا إحنا ما يقارب الخمسين ألف دونم إن شاء الله أقدنا اجتماع مع وزارة النفط كثير من الأراضي الممتدة من الجهة الشرقية لبغداد هي تابعة لوزارة النفط كمكمن نفطي بدينا مسوحات عليها اللي نقدر ناخده ناخده واللي يعني ما ممكن أبو النفط يقول لا هذا ما ممكن إنه تجون وتبنون عليه لأن إحنا عدنا شغل به مستقبلي لأن مثل ما تعرف أكون مكمن نفطي يمتد من صلاح الدين ينتهي بالبلكوت عبر القناة الشرقية لبغداد فهذه الأراضي إن شاء الله بدينا مسوحات عليها من يوم الخميس المضاي وقاعد نعمل عليها ببطيرة متصاعدة دولة رئيس الوزراء وحسب المنهج الحكومي بتوفير السكن وحل أزمة السكن خصص جزء أيضا من موازنة الدولة ما يقارب من 2 إلى 5 مليار دولار بغيت بناء هاي المدن الجديدة ودولة رئيس الوزراء أكثر من اجتماع جدي بهذا الموضوع وليس فقط كلام يعني إنه كلام على حبر على ورق ويمضي لا يطلب من عندنا إنجاز سريع جدا خلال الأيام القادمة أما قادمة شنو سيد ياسر شنو الأيام القادمة يعني مثلا عدنا وحسنا مدينتين إنجاء الله شبه جاهزة اللي هي علي الوردي مساحة تقريبا 30 ألف دونم وعدنا مؤسكر طارق في الحصوى في أبو غريب 11 ألف دونم رح نضيف لها أيضا حسنا بعد المساح الجديد رح تنضاف لها تقريبا 12 ألف دونم يعني المساح قصلك بكشف الموقع يعني علي الوردي والطارق كملت حتى التصاميم كملت إن شاء الله يعني نحن نشوف إن شاء الله يعني خلال أشغر قادمة يبدل بنا يعني مثلا على قرار الموازنة على قرار الموازنة يعني من ضمن قانون الموازنة وضعوا مبالغ خاصة لبناء الوحدات السكنية وبالمناسبة يعني أكثر من اجتماع كررنا إنه دور واطئة الكلفة الصراحة متعذ رئيس الوزراء من هاي الكلمة قال هاي بعد ما ريد أسمعها يعني متملق يعني يقول لها المواطن العراقي إحنا شنو مواطئ الكلفة يعني هو مواطن بعد صح ليش قاعدة فتشي واطئ الكلفة وهي الأسعار شبه متقاربة فيصيد يعني سكلاق للمواطن إن شاء الله منها عمودي؟ منها عمودي منها وفقي حسب التصاميم شنو يعني استيعاب المناطق شنو على كثافة سكانية؟ بالضبط يكون بناء عمودي يعني من عندك مساحات شاسعة يكون أفقي من عندك مساحات صغيرة راح يكون عمودي بس العمودي مو بالخيال إنه العشرين طابق أو كذا لا شي ميسر جزء للطوابق أو أربع طوابق يعني جميل على مودي يكون يعني المواطن يعني جزء يعني كراحة كهرباك يعني يكون ماكو جزء قطع أو هاي يقدر إنه يسعد على السلالم يوصل يعني مثلا السكن مالتا أسطح البناية وهكذا لمن هذه الدور يعني المتقدمين المليون والعدد اللي زائد عن المليون لو رحت تفتح للكل يعني وعم تبقى النسب الشهداء الجرح لكذا هيا قلت لك أكو ثلاث محاور دنيا في شبيه مرة لعامة الناس والمستحقيها بكافة الصنوف مرة لجزء من المتجاوزين اللي ما ممكن تمليكهم لا بقانون التجاوزات ولا بقانون ولا بقرار مجلسي وزراء 320 لكونهم يعني متجاوزين على أراضحة مية يعني خدمات بحتة يعني نحتاجها كأن تكون مستشفى صح أو تكون مدرسة أو تكون روضة أو تكون أي يعني منفعة عامة للناس هاي ما ممكن تمليكه فأنا شا سوي أعوضهم بهاي الدور آعيني وأشهرهم من مناطقهم بس أخليهم بسكا لاق بهم بمدينة متكاملة الخدمات هاي صارت أدنى بسماية مثلا بسماية من كانت بها متجاوزين تقريبا بين الميتين وخمسين متجاوز وكان المشروع متأخر في حين نتيجة وجود هاي متجاوزات كلفنا في حين بالألفين واثناث أنه نحل هاي الأزمة والحمد لله قدرنا نعوضهم بقطاع أراضي في ناحية الوحدة وهي الآن قرية الإمام موسى الكاظم عليه السلام وملكناهم وملكنا أنه مية وعشر قطعة أو مية وخمسة وعشر قطعة بدل الميتين وخمسين الطينة تلاثمية مترة مناصفة لكل عائلتين مية وخمسين متر كل ذلك أي ونحلت القبيل ونحلت أبنية شاك والآن مدينة متكاملة موجودة والحمد لله والشكر فإحنا نفس النهجة رح نشتهل على هالموضوع ممتصف إن شاء الله جيد شركات أراقية على المرسومة له شركات أجنبية لو تفتحون عطاءات وهي لا هي تقديم أجنبي أو يعني عراقي ما رح تحدد يعني طريقة التنفيذ من رح يكون المنفذ طبعا هي الأفضل العراقية يعني خلينا نكون صريحين أجنبي صعبة يجي كوادر يعني تكلفة عالي الصير الرزق المخاطر يريد ضمانات يريد تأمين العامل الأجنبي من يجي مثل الأجرمال تختلف عن العامل العراقي أضعاف أضعاف تعرف هذا يقول لك أنا جايبة من غير بلد ويحتاج لسكن ومأكل وحماية وتأمين وصح وكذا فهي كلها كلها على العامل الأجنبي تنظاف هاي وين رح تصير يعني رح يزيد لك المبالغ الواجب تنفيذي وإحنا يعني ما نقصور بالشركات العراقية ما شاء الله هسا دنشو هالبناء العامودي يدي يصير والحاي يعني الحمد لله والشكر شركات تنجين سأل أسخن كل واقعين أغلبية البنايات هي شركات تركية وشركات يعني كتصاميم كوريا الشركات الكوريا اللي بسماية نعم هي أصلا كل حتى العامل يمكن هما من الشركة الكوريا وأنجزتهم بفترة قياسية يعني احترامنا لشركات العراقية ماذا أطعم بشركات العراقية لكن نقول ليش ما أنا أأخذ شركة أجنبية مهندسين أجانب بالإضافة للمهندسين العراقيين والعاملين العراقين شو مشكلة هو بنا هي مو مشكلة يعني احتمال أجنبية واحتمال عراقية واحتمال جون دنشر يعني يصير بين أجنبية وعراقية ويشتغلون السوء يعني شركة ستراك اللبنانية تتأهل طريق بغداد كوت وبغداد التبليد التحسينية التوسع الشركات الأردنية والإسبانية التي حالتها محافظة بغداد بتوسع الطريق أيضا الطرق ومداخل بغداد كلها عبارة عن شركات أجنبية وإرام تحدثت لنا على توسعة أطراب بغداد المداخل شين قويتها المداخل ابتدت المداخل بفكرة عام 2019 بصيانتها للأمانية كانت على عاتبها في حين كانت وزارة الإسكان عقدنا اجتمع مع وزارة الإسكان قال يا بأ ماكو ضرر أن المحافظة ساعد للوزارة إذا عدها مبالغ أنه الصين النهاي المداخل بالشكل المبسط أنه إكساء الشوارع تعبيدها الأرصف مالتها السجل الوقائية الشوارع هاي الفكرة انطلاقا عدت الكشوفات محافظة بغداد استنادا على مبدأ الصيانة ثم بعد ذلك توقفت نتيجة الأزمة المالية وكروني اجي بعدين البرلمان أقر 200 مليار لمداخل الأربع لبغداد 200 مليار من تجي تقارنها بحجم وأطوال الشوارع لمداخل بغداد يعني ما تكفي ما تكفي فاضطرين أنه نمضي بالصيانة بعد ذلك قالوا له يعني من ضمنها البرلمان والوزارة قالوا يابا احنا مشتغلين مشتغلين خلي بعد نشتغل مداخل متكاملة مع سيطرات مع بوابات مع وزن فلذلك صار التغيير بالدزاينات فصارت عرقلة أدن بالعمل تعرف أنت اليوم أن تحيل لشركة على مبدأ معين ثم بعد ذلك تظهر رؤيات متعددة وجديدة وتستحدث هاي لازم تعيد دراج وتعيد كل الدراسات والتصاميم أي فلذلك كانت معونة بغداد بالصيانة ثم بعد محافظة بغداد ثم بعد ذلك انتخلت لا يعني منفذ ومدخل متكامل فاليوم إن شاء الله حمد لله رئيس وزراع متابع الموضوع صادقنا التصاميم الجديدة إن شاء الله لمداخل الأربعة فيما يخص بغداد موصل بغداد حلة وبعقوب القديم وأبو غريب القديم صادقة اليوم كل التصاميم من قبل وزارة الإسكان إن شاء الله وعدينا بها جداول يعني زيادة الكلف والتغييرات بعض الفقرات وكذا والآن نحن هالسبوع القادم إن شاء الله تذهب بها إلى وزارة التخطيط مغيرة عادة إدراجها ورفع السقف المالي مالتها لنبدأ بالمشاريع من جديد وانطلاقها الشركة المنفذة هي تقنفسها لو تفتحون عطاء جدا هاي بعديهم وزارة التخطيط تحددها هيها شركة والله المشكلة أنا ما يقدرطيك بالتفاصيل لكون إحنا تابع لطرق وجسور نافرة بغداد يعني بس إحنا كشنا جهة ساندة لهم بس كأعمال وشركات لا هلعيد يعني مهي مشكلة سادة داخل من التاج أكيد مأساة حقيقية يعني الناس تنظر تنتظر تنتظر هسه رح يصير كل صب لأن أحمال هاي مشكلة ما أحمال إيش قد ما هسه نبلط صح ما طول ماكو سيطرة على الأحمال إذن ماكو ثبات للطريق ماكو طريق يطول كثير يعني هو ناسه بالشركة قال يابا أنا رح أطيكم أبقى سنة يعني خسارتي بالصيانة يمكن أكثر من التنفيذ صحيح فأني مايفيدني هاي الطريقة لو تسيطر لأحمال أو سوي لك حولي يعني يعني شوف لك يعني بديل فالصراحة كان طرحهم مقبول يعني السيد المحافظ هم ما قابل بهذه الطريقة هاي اليوم مفرت من موازن إن شاء الله استرشادية يعني مجرد إنه رح يبدي نصبهم خلال 30 يوم هاي عالمود هسه أثناء العمل نبقى نسيطر على الأحمال بعد ها من الآن ها تبدون طبعا طبعا لأن عالمود بعد ماكو أحمال ثقيلة بعد تفوت على هاي الطرق صح الحد ما تكمل وزارة الأسكان لأن تعرف هاي قانون وزارة الأسكان هم المسؤولين عليها الحد ما تكمل موازنها وتنصبهم بعد هما يتولون القضية لأن هاي بها تعرف الموازين يعني الزاد عن الحمل لازم يفرر يكون غرامات هاي احنا من المحافظة ما يجوز لنا بالقانون لسكان فإحنا راح نسوي استرشادي فقط إنه نمنع الأحمال ونبدأ مثل ما نقول هي السواق يتعودون بعد عليها ويتعلمون عليها إن شاء الله بس كل واحد حسب ما أسمع يقول نخلونا بليتها بالميزان وما حاجة يعني حسب ما يقال مثل السيارة وزنها 48 و50 طن من تصعد يا بليتها تبقى لا ما كوي جيد ممتاز نحن نتمنى نكون إن شاء الله المصداقية والقانون يبقوا إن شاء الله حتى بالتالي هو العكاسات يصير على المجتمع طبع الناس لا تقوم يبدأ هذا اللغط الزائد يكون لديكم مشاريع أكيد نفذت بأطراف نعم حتى نتعرف على مشاريع يعني اليوم من الصباح الباكر كنا بجولة مع السيد المحافظ في قضاء المدائن وقضاء المحمودية وباقي الأقضية بغيت للطلاع على مجريات المناطق بعد سقوط الأمطار يعني اليوم عندنا قضاء المحمودية الحمد الله والشكر يعني ما ينبالغ نقول لك 90% ما تأثر بالأمطار ألا الجزء المتبقي غير مخدوم فقط أما المخدوم بالكامل الحمد الله والشكر يعني ما رأي نبالغ نقول أحسن من مركز العاصمة ماشاء الله جيد بارحة همين لإخوان بجسد هذا بدأ من 2019 لغاية هسة أنجز الحمد الله والشكر اليوسفية اكتملت البنى التحتية ثم رأسا باشرنا بإكساء الطرق والأرصفة والمتنزهات والحمد لله اليوم يوسفية بالكامل يوسفية بالكامل المحمودية بالكامل اللطيفية باقي لها محلة وحدة إن شاء الله خلال الأمن الغذائي راح تعلن خلال أيام القادمة يعني الأسبوع القادم احتمال تعلن إن شاء الله تعلن شين محلها؟ لا المحلة المتبقية أما البقية يعني إن شاء الله مكتملات يعني الرشيد بدينا الآن محلتين باقي لأربع محلات بيها أيضا أهمينا كل تفاصيلها كل تفاصيل كل تفاصيل أي لأن اكتملت بيها المجاري أعمال المجاري أهمش فشو فيها المدينة روحها أعمال الصرف الصحي إذا بيها أعمال الصرف الصحي البقية كل شيء يسهل لا إذا ما بيها صرف صحي ما يقدر يبلط أصلا وين يتروح المي وين يروح هنا المشكلة فلاحظ اليوم عندنا مناطق المحرومية هي النهروان سبق البور الوحدة أبغريب هذني الحمد لله الخميس نسدي الإعلان مالتهم نغلق الإعلان صارنا أسبوع ينفاتحين باب الإعلان لجميع الشركات يعني خلال الأسبوع القادم إن شاء الله هذا الأسبوع رح تبدأ فتح العطاءات اللي قدموها رح يختارون مجموعة من الشركات المعروفة والرصينة لدى وزعت التخطيط يعني تندر يجي لكم لولا التخطيط لا لا تندر المحافظة تقدمها للمقاولين للمقاولين يقدمون على أساسه هسا قدمت كل الشركات أوراقها المختصة في أعمال المجهري هالأسبوع أو الأسبوع القادم إن شاء الله رح يوجهون دعوات لعدد من هذه الشركات العاملة عندنا واللي أثبتت نجاحها عندنا مجموعة من الشركات اشتغلت بالمدائن وبجسد يالا وبحر أهل جسد يالا يعني نزلين مقاطع الضريفة بالفيس يعني يتفخرون بمنطقتهم أنه جسد يالا أحسن من المنصور وينكم ياهل المنصور شوفوا أنتوا غركتوا وإحنا لا يعني هاي الحمد لله والشكر كلها نجازات على مستوى الأطراف يعني بدت الأطراف تنهض يعني حقيقتا هذا يسعدنا والله بصراحة إن شاء الله الناس مخدومة فعلا يتقدم وهاي فرحتهم يعني إذا كنتم شوفت لقطة يباحة بالفيسبوك رجال هايش لازم التبليط بمنطقة وأكون حادي اللي قعد تشتغل فلازم هايش التبليط وما أخذي له صورة يعني يمكن حياتها ما شايف التبليط منحقتها المناطق المحرومة هاي يعني هكذا خاصة المناطق اللي استحدثت بعد عام 2003 نتيجة انه يعني هاي غلبها مو محددة بتصاميبها فكانت الدوائر يعني صعبة عليها تقديم قوانين كلها قديمة قوانين كلها ستينات خمسينات مؤالجة كل نظام يجي عالج حسب الرؤية مالت بهاي القوانين ما استحدثت قوانين جديدة تخدم الواقع الحال يعني والكثافة السكانية يعني مثل قانون البلديات مشرع ستين على اساس قانون مشرع بالثمانية وثلاثين قانون الملوكية تدري هاي مثل هي يعني مثل هكذا حالات يعني ما تقدر تتواكد تحدث عن مليون مليون يعني ما احترام للبشر بهالعدد هذا اللي كان ولا النفسية مثل ما كانت سابقا مليونيين بشر نفسيتهم تقدر تسيطر عليها بالجزاء مثل ما نقول بالغرامات بلها اما اليوم مثل من تيجي تحكي على عاصمة تسع ملايين نسمة الاطراف حوالي ثلاثة ومية الى ثلاثة وميتين من عده وستة بالمركز يعني بدت الاطراف تزيد نسبتها اكثر من المركز لانا بالمركز وين قام يروح قام يروح للاطراف اللي يجي نازح وين يروح يروح للاطراف طبعا هاي ثلاثة وشوية خلال فقط المدن ما عدا خارج المدن فهسا يعني احنا بتوسع كل السريع بأضراء بغدال ممتاز سادة احسر اكيد اكون مشارع مستقبلية يعني رح تتنفذ اكيد استراتيجياتكم وقططهم موجودة اشرت على مناطق ذات محرومية كبيرة نعم شن المناطق يعني حتى استبشر يعني اليوم ادنا مثل الحسينية في ناحية يعني قضاء الحسينية الراجدية بالكامل الآن محلات بالإعلان 15 محلة المتبقية من أصل 28 محلة لان هي اليف وباء اليوم هي بالإعلان موجودة بموقع المحافظة يعني اي واحد يقدر يزورها يلقي المحلات معلونة اي ان شاء الله على الثلاثة وعشرين على الأمن الغذائي لا هسا يعني مجرد ما ينغلق الإعلان تبدي مراحل التحليل والحالة للشركات وصلكم المبلغ اي اي موجود كله موجود هذا ثلاثة ترليون او ثلاثة مليار لا ما الامن الغذائي الامن الغذائي هذا الامن الغذائي اي الامن الغذائي فدرجنا الحسينية بالكامل ممتاز ما خليني بيها لا شارع ولا محلة لانا السيد المحافظ قال ما أطول بيها مجاري اذا ما أبلطها كلها النوبل مجاري رح تنعدل الراجلية اليوم السيد المحافظ أصر بالرغم من أنه كان أنه لازم حسب النسبة السكانية لكن أصر أنه نسوي لها مجاري قال آني عندي وفرة بالفلوس يعني عندي مبلغ جائن ليش أضايق على تبليط رصيب فدرج بيها درج بيها المجاري والآن أيضا هم رح تعلن إن شاء الله وفلوسها جاهزة حي التأميم بجسر ديالة هم منطقة ألنها مجاريها المناطق الغير مخدومة في قضاء المحمودية أيضا ألنهم بالمجاري على المود يعني حتى هاي المناطق يصبح لها غير مخدومة لأن كانت تصاميم ما بيها توسعنا عليها الآن أصبحت بها التصاميم أيضا شملناها بالمجاري عمود تكون مناطق متكاملة يعني رؤية السيد المحافظة يقول الآن يخلي قدم هاي البنى الأساسية هسه عمود منتجين موازنات أخرى أقدر يعني كمل بها متأكد هي بشاء الخير هاي إن شاء الله تحدثت عن هاي المناطق الراجدية والحسينية وكذا هذا رح يحيني إلى سؤال مصميم عملكم أيضا كعضو فريق الجهد الخدم الهندسي الحكومي ويبي مجموعة من أطراف ورئيس الحرب نقول هم الحجد الشعبي وبقية الأخوان في مديريات البلديات والوزارات الساندة يعني هل هذا الجهد جهد البلديات والمحافظة الجهد الخدمي والهندسي جاء مكملا له أم هو أصبح هناك تقاطعات بالعمل لا من أول يوم انطلق به يعني الجهد الهندسي بناءة توجيهات جهرة رئيس وزراء والشكل الفريق ومن أول يوم اجتماع كل أعضاء الفريق كلها مجانسة كلها ما عندها مشكلة قدم المساعدة واحد يساعد الثاني كانت البذرة هي من الحشد لكون أنه الحشد قد آليات كثيرة نتيجة الدخول كان في حرب مع داعش فكان يحتاج لهذه الآليات اليوم مثل ما يقول السادة أبو علي الكوفي دائما ما قلت يقول خلصنا الحرب الشبيرة بدينا بالحرب الصغيرة نساعدكم أيضا فهي مساندة الحشد للدوارع الخدمية يعني مساندة فعالة فعالة ليش قلت لك عند الإمكانيات الآلية هاي رح توفر على الدولة هواي مبالغ يعني اليوم أنا من أدنى معامل وأدي آليات ثقيلة وآليات تخصصية هاي تأخذ الجزء الأكبر من المبالغ بينما اليوم هس رح نبدي فقط نحتاج للمواد الأولية والمواد الأولية همه أغلبها رح نشتريها من الدولة أي يعني من دولة دولة مثلا المواد الأولية الداخلة بالخلطة الأسفلتية هي وزارة الصناعة وزارة النفط أي رح نأخذ من عدهم نحتاج بعض الفقرات ما موجودة بالدولة مثل هذا الخشب لصنع بالرحلات هذا رح يكون شراءة والآن والحمد الله والشكر اجت كتاب التمويل للجهد الهندسي كنا بهاي الفترة الخمسين يوم نشتغل مثل ما نقول عونة وباقي الدوائر ساندت الجهد المحافظة ساندت أيضا النفط ساندت الكهرباء ساند كل الجهات اللي نعنت بالجهد الخدمي قدت خلال الفترة كل ما باستطاعتها للانطلاق يعني لو كنا متلكيئين ما انطلقنا الفترة كان صار جمود بالموضوع وما قدر ننطلق عصلا شوء ما كان يعني يعني ينطلق ومثل ما نقول خلينا أمامنا رب العالمين ومساعدته وتسهيلاته إننا والإخوان كلها سهلت الأمور وانطلقنا الحمد لله والشكر هاي الانطلاق القوية وإن شاء رح تكمل هاي وبالالفين وثلاثة وعشرين ضمن الموازنة صال لموازنة خاصة جهد أي رح ندخل بي هاي المناطق المحرومة اللي ما ممكن الدولة كانت نافذة على هاي المناطق إن شاء الله من خلال الجهد الخدمي وما راح تكلفنا مثل ما تكلف كمقاولات وكذا لا يمكن عشر المبالغ مالتها راح تكلف أو ربع المبالغ يعني توفير بالوقت توفير بالمبالغ أيضا وحرص بالعمل وحرص بالعمل بس هاي ومعناتها راح نمنع القطاع الخاص وبعد لا هاي المناطق الفقط ما ممكن الدوائر الدولة دخول إلى نتيجة وجود تعارضات بالقوانين أما باقيها لا أيضا يشاركنا القطاع الخاص وبدأوا مرات القطاع الخاص واحتمالها سهميا يجي يشاركهم بالجهد يشوف هذا الشيء رحسر إن شاء الله إن شاء الله بقيت أكوائي مناطق اللي كان بي تجاوزات حسب قرار رئيس المزارات نعم تحوي جنس الأرض الزراعية لحكم أبصر هذا يعني شنون يعني اللي من الحاقية لينتركاب القطاع الأراضي ونتأضوا باللجنة أحسن نعم قرار 322 هو قرار تمليك الأراضي المملوكة للدولة داخل حدود التصميم الأساس للمدن أي داخل حدود البلدية وليس بالقرى والأرياف هو قرار جاء هناك بعض الأراضي الزراعية داخل المدن كأمانة العاصمة أو في حتى أطراب بغداد المؤسسات البلدية التابعة أن أراضي زراعية مملوكة للدولة عليها حقوق تصرفية وعقود 25 أو باقي أنواع العقود الزراعية وليس الملكة الصرف لكون الملكة الصرف شخصية يعني ما ممكن نزع الملكية الشخصية من شخص موجب القانون العراقي لكون ملك صرف هذا أما مملوكة للدولة داخل الحدود التصميم سماحنا قانون نغير تصاميم المدن نقدر نغير العسكة ونملك هالي شغل يعني هاي كانت أحسي يقول لك وين جلتوا لعد كل مرات يقول لك وين جلتوا مرات رأس الهرم من يكون مساعد للدوائر الساندة والخدمية تطلع به النتائج مرات رأس الهرم الرجل جزء ما أحد قايل له بهذا الموضوع ما أحد مفهم بهذا الموضوع مرات أكو ما توصل للمعلومة هاي كانت تذهم أيضا الصلاعات اللي مر بها البلد هالفترات هاي يعني خلى الشغل الشاغل للمسؤول الأعلى كله يا محاربة داعش يا القائدة يا ما كذا يعني ما متوصل ويا الدوائر الخدمية اليوم دولة رئيس الوزراء يعني بالمباشر يجتمع ويا أبسط دوائر الخدمية يعني ما أنه تفى بالوزراء أو الوكالة أو المدراء العامين لا على مدير بلدية مثلا ما مجبور رئيس وزائف عنويا ويسمع من عنده وكذلك اليوم يقول لك أنا أريد أسمع لأن مرتين وزير فيعرف بالتدرجات الوظيفية ويعرف منه يا دائرة ليستهدفها يعرف يعني يعرف هاي يمه الحل من يدز على الدوائر الخدمية البسيطة يعرف هاي مكمن الحل وين يصير الحلول الجذرية فمن الطان هاي الإتاحة وهذا المجال قدرنا هسا اليوم قلت لك أول قرار 320 راح يحل أزمة كل الشبيرة موجودة داخل المدن يعني أراضي زراعية وتفتت على شنو باقي هي لا أقدر أشييل هم وهي أصلا قسم منعدها فد 80% هي بالتصميم سكة نحن مطيها اي بات كانت إجراءات الإدارية معرقلة بيها شون فسخ رفع يدي إصلاح الزراعي فسخ العقد تعويض المتضرر تعويض هذني كان صعوبات اليوم إجا لـ 320 حسب الأمر خلى النقاط على الحروف وقال لهم بعد تمشون على هالست شهر شهر 320 الأراضي كافة المملوكة للدولة غير النفع العام ذكرناها مطلع البرنامج المدارس ومستشفيات إلى آخر الخدمية خدمية والمباني العامة هذني غير هن كل شي يتحول جنسة إلى سكن ومن ثم عمل تصاميم قطاعية لها تهذيب حسب قانون 940 لسنة 80 وتملك لشاغلية بس رح تقول لي ما أكو واحد أدى 50 واحد 60 واحد رح هاي شوان هاي عالجها بالتصاميم القطاعية احنا أدنى الحد الأدنى مراكز المدن ميتية الحد لعلى 800 احتمال ما أكو أي مشكلة فراح نعالج بهالطريقة هاي ليش لأن أيضا قدنا قانون الإفراز لسنة 80 ما يسمح أنه بأقل من 100 فلذلك هاي الجزئية عالجناها بهالطريقة أنه ندمج حصص اليوم هو هسا واقع الحال يعني بحصلها رحمه الله عندي أنا اليوم إذا حصل لي سند و باسمي وملك صر و يعني مشكلة ما بي نزاع يعني قانوني أو فشي يعني عفو ساد ياسا أنا في معرف البلديات من يصير ورثة هو سند واحد واحد صح سند واحد وتنذكر الورثة بالضبط هسا هنا رح الإخوان الموجودين يورثون من الدولة هاي قريب بها فكل خمسة ستة رح يصيرون بسند مثلا أو جز اثنين أو جز واحد مثلا مو شرط يعني حسب التصميم القطائر رح يتهذب علي احنا بدينا في اطراب بغداد يوم 13 12 فتحنا باب التقديم للمواطنين ان شاء الله استقبال طلباتهم طلباتهم قلت لك خلال اسبوع القادم ان شاء الله تصدر الضوابط النهائية للعمل بهذا القرار اللي ينذكر بالقرار هي رؤوس الاقلام للعمل للضوابط كأن يكون التمليك لمرة واحدة لا يجوز الشخص يتملك الثمين قطعة لا يجوز كده هذان رؤوس اقلام صار للضوابط فالضوابط من راح تصدر ان شاء الله سبوع اللا قرح ما قد قطعة عرف مو اللي ما يمتلك قطعة عرف مو لا هاي واحد لكن ما يمتلك على 419 على قانون وتوزيع الأراضي بالما يمتلك مرات تقولي من راح تجي تهذب التصميم تلقي واحد لازم ينقص بيته هذا راح يعوض بالداخل بالداخل نفس يعني قدر الإمكان من راح نعرف التشمبيت ونهذب التصميم التصميم يسوي على عدد البيوت الموجودة قعدت بيانات على التجاوز عدنا لحد عام 2015 صار بعدها بعدها صار تجاوزات بس نتيجة الحرب مع داعش ونتيجة توقفنا يعني تعرف أغلب المناطق التهين بداعش ووصلت مناطق أطراب بغداد كثيرة وهاي فما صارت مواكبة ثانيا الهجرة نزوح نزيجة داعش وهو يغير من الديمغرافية ديمغرافية السكانية وليست ديمغرافية القوميات أو كذا من ناحية الأعداد فهو يغير بالمناطق فاليوم هسه عملنا لجان بدت تجرد وراح نشتري صور فضائية جديدة أو نحصل عليها سواء من الجيش أو الحشد خلال الأيام القادمة هاي هي اللي راح تعنينا بالجرودات المسوحات الدقيقة يعني الصور الفضائية الحد عام 2015 قدنا صور فضائية راح نحدث ها في 22 هسه نهايته بصور فضائية حديثة لأن احنا جاء القرار قبل نفاذ القرار ياسر 22 22 320 اللي بعدها بعدها بعد ما مشمول هسه قاعد يفت وقاعد يسوي وليش دا أقول هاي هاي أكو شغلات نحن نعرف هاي راح تظهر صورة فضائية انا راح اختار الوقت الوقت للشرع بالقانون هسه تماع صورة فضائية الوقت للشرع بالقانون فاللي بعدها راح يروح بالرجل راح يجي يقول لا انا موجود من الفلا السنة هاي صورة قمر صناعي اه تعال طلع لروحك اين موجود هنان اين هاي صورة من قمر الصناعي لا اني متلاعب بها ولا انت احد فهاي بعد اكو تكنولوجيا تقدر تسيطر عليها يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحن نتمنى تحسب هذا الموضوع طبعا هو فعلا موضوع شائك من زبان وقام كل حكومة تجي وزير فلانية او الجهة فلانية تدعم بتجاه توسعة هذا المنطقة وهذا الخلل الكبير وقع به الحكومة العراقية مشكلة متحاقبة بس بنفس الوقت لازم نلقي حلول هو لازم حال لازم حال لازم انت هذا انسان وفيد عائلة وعراقية المدن الجديدة المدن الجديدة هو ما اكو حل بديل علي ما اكو حل بديل علي يعني احنا لازم نمضي اليوم اذا نريد بعد نهذب المناطق وريد نسيطر على العشوائيات المدن الجديدة غيرها مستحيل بسؤال يعني سؤالين الخير يعني نعم يعني جهد الخدمي والهندسي كيف شوفون تعاون الحاشد وبقية الاطراف يعني التنفيذ المباشر يعني داخل المنطق وكيدا هدك عراقيين يعني احنا باتجا عملكم بشكل كامل ان شاء الله ما اكو هاي العراقي يعني مذابة ببياناتنا شوفوا احنا اليوم اشتغلنا كعائلة وحدة كفريق جهد هندسي وكل الدوار المشتركة بي اشتغلنا عائلة وحدة يعني شوف رئيس الفريق نازل ويانا الباقي الوكلاء الموجودين المدراء العامين المحافظ فاتح بابا ايضا الرجل ما عنده اي مشكلة بالدعم كل الدعم للجهد مبطي حتى يعني احنا الرؤية مال محافظة مغداد كش اسمه خطة استثمارية غيانناها باتجاه المنهج الحكومي زادا الجهد الخدمي يعني عدنا تطلع كل شيء كبير رح نساعد بالجهد الخدمي بمبالغ ايضا وعن طريق التنفيذ مباشر رح يكون هناك خلال الايام القليلة القادمة يعني مشاركة على المحافظة بغداد بهذا الجهد ودعمه ان شاء الله احنا بديناها قلتلك من خلال توفير الاليات من قبل الحجد الشعبي كلها تحب للامانة للحجد الشعبي يعني ما شفنا دائرة يعني اليوم كلها تريده يعني واحد من الناس اتمنى يجيني الحجد الشعبي بقالياته ويسندني بعملي يعني هم ناس متمرسة نتيجة الحرب وتمرسوا وقدروا يوصول مراحل من العمل التمرسي يعني من ناحية الطرق من ناحية باقي الخدمات لأن تعرف هاي هو جهد هندسي كان عمى انه يوصل القوات للمناطق المغلقة والما بيها الطرق فاليوم هم اغلبهم اغلبهم مهندسين طبعا اغلبهم مهندسين ومساحين يعني مو فقط الجنود حجز يعني او سواق لا ما ترى شف الحشد حالة حال اي دائرة يعني هسهل ويانا مهندسين ومساحين ومحاسبين وإداريين وسواق الولد الجنود سواق هم ساق يعني هو جندي بالحشد انوان صن فساق يعني يعني ترى هو ما يختلف عن المؤسسة المدنية يعني بيه المهندس وبيه المساح وبيه المحاسب وبيه الإداري يعني تشوف كامل صنوف الإدارة موجودة يعني اليوم احنا عندنا مناطق هم ما دايشرفون عليها بالكامل يعني مهندسيهم ومساحيهم بالتعاون مع الدوائر البلدية كلها ورش متنقلة يعني فهذا هو اللي ينجح يعني بالإضافة لباقي طبعا بالنفط هم إلى دور شبير يعني للأمانة يعني وزارة النفط قدمت لنا الدعم من ناحية المشتقات النفطية من ناحية جهد آلي أيضا أرسله وزارة الكحرباء أيضا الموارد المائية يعني قلت لك أغلب الدوار الآن المشاركة بالجهد الخدمي كلهم كيف وأكو صارت روح تنافس ما شاء الله تنافس لأن قسمنا المناطقية كل منطقة أخذها قطاع معين الجيش الدفاع الداخلية غيره ينجز ومن أداء أهى فصارت أكو روح تنافس حلوة فإن شاء الله بهذا التنافس يعني يصير إنجاز أسرع إن شاء الله بوجودكم ووجود كل أخواني المخلصين بكل الدوار بكل السلط بكل الجهات اللي تعمل إن كان بالحشد إن كان بجميع المفاصل الوزارة والبلديات واللي أصغر موظف يعمل أو عامل بهذا الجهد المبارك إن شاء الله أكيد نفخر به نشوف مناطق نقول بين هلالين منسية من 2003 إلى الآن والآن تدخل به الحياة هذا شيء يحسب لرئيس الوزراء به إضافة هكذا مشروع به هكذا فكرة وستراتيجية وأيضا كل الأخوان العاملين بأقل من دقيقة كلمة ذات حب أستاذ ياسر والله نتأمل من الله أنه تستمر للوضعية مثل ما هي عليها الآن لأن إن شاء الله الموازنة الأمن الغذائي وموازنة 23 بها كل الخير إن شاء الله نوعد أهننا وناسنا بالأطراف داخل المدن بيكمال جميع البناء التحتية وبالأخص النهروان بكون النهروان يعني منطقة منكوبة معنى الكلمة بس إن شاء الله بحلول يعني مشروع الصرفة الصحية تنتهي كل معاناتهم بحير الله مشروع الخط الناقل أيضا خط الطوارئ المي هميا رح يكمل إن شاء الله خلال شهر هم يعني إن شاء الله الصيف المقبل إن شاء الله سهل عليهم من ناحية المي بحير الله بس أحنا دنعاني أهم شيء مشروع المجاري للنهروان حلم هذا إنه نشوف اليوم اللي تنزل به الآلية لأهالي النهروان ونخلصهم من معاناتهم يشهد الله لأن النهروان كلش يعني متأذائية يعني هي وسبع البور كلش متأذائية إن شاء الله فنأمن من الله إنه نقدم لهم هاي الخدمة الناس اللي أهنب هاي المنطقة أحسنتم جزاكم الله خير وأنا أنا عارفك منذ زمن بعيد إستاذ ياسر يعني أمانة من 2009 عارفك من أول بدايات برنامج المعقب في المعقب أنت فعلا رجل محترم معطاء ولهذا بقيت أنت في مكانك وإن شاء الله تبقى نقدم أكثر عطاء إن شاء الله ومو آنية دعنا أسمع من الناس خارج عملنا نسمع بإطراء كبير باتجاهك فخور بأن يكون أحد أخواننا بهكذا طاقة شكرا 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 من قناعتكم المؤقرة الله يحفظ شكرا أستاذ ياسر كريشي مدير عام الإنديات أطراف بغداد وأيضا أبو فريق الجود الخدم الهندس الحكومة شكرا لك وشكرا لحضورك في قناعتكم شكرا الله يحفظ حبيب أستاذ ياسر إذا مشاهدنا كرام في ختام الحلقة تقبل وتحيات كادر البرنامج وتقبل وتحيات إنام وأدو مقدم البرنامج حازم الحربي أبو ميال فقلكم بإبنين تعالي يوم السبت القادم في الساعة التاسعة مساء وقبل أن أختم أقول لأخواني الطافة المسيحية كل عام وأنتم خير وقداس إن شاء الله كل العراقين فرحين اليوم معكم لأنتم دائما تبادرون أفراحنا وأحزاننا فإحنا كل إحنا كمسلمين قلنا نحضر في الكناس أن نتبادر الزيارات ونقولكم هيت خبرخة في أمان الله